كلمة السيد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة لايف والرئيس التنفيذي لشركة استادات القابدة اللهم إن نشهدك أن ما أتين ذلك عن علم منا والحمد لله رب العالمين إن سعادتنا اليوم لا توصف بل إنها تتعدى كل الحدود حيث نحتفل بإطلاق أحد أهم مشاريع اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي تجمع بين النادي الأهلي العظيم وشركة استادات القابدة ضمن رؤية الأهلي 2045 نحتفل سويا بإعادة إطلاق قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد بعد التطوير الهائل الذي سيراه جمهور القلع الحمراء وكفت جماهير الرياضة في مصر والمنطقة بصفتنا شركة لايف صاحبت حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة استادات القابدة فإننا يملأنا التفاؤل بأن تكون القناة نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي في ظل ما نسعى لتوفيره من إمكانيات هائلة للقناة التي تغير شكلها تماماً لتتواكب مع التطور الهائل في مجال الإعلام الرياضي ولتتناسب مع قيمة وعظمة النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وأحد أكثر الأندية حصداً للبطولات على مستوى العالم وجمهوره العظيم منذ اللحظات الأولى لإتمام الاتفاق مع الأهلي ونحن نعمل ونكتهد ونعقد اجتماعات يومية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه وإدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حتى تخرج القناة في أبهى صورة وأفضل شكل واخترنا بعناية كل ما من شأنه بث السعادة والفخر لجمهور الأهلي العظيم وما يلبي رغباته وطموحاته ويتناسب مع شغفه وعشقه للكيان وسيتم العمل داخل القناة بأحدث التقنيات بعد تطوير الضخم في الصورة والمؤدات والنقل التلفزيوني والعمل على أن تكون قناة الأهلي منبر النادي وجماهيره العظيمة ملتزمين في رسالتها بكل الروح الرياضية لتستمر بعيدة تماماً عن التعصب المرفوض حتى تصبح المقصد الأول والمكان المثالي لكافة متابع رياضة في مصر والعالم جنباً إلى جنب مع جماهير الأهل العظيمة التي نطق في أنها ستكون أكثر فخراً منا بهذه الصفحة الجديدة المضيئة من كتاب تاريخ عظمة القلع الحمراء خلال الأيام القادمة ستشهد القناة الإعلان عن مفاجآت ضخمة ومشاريع املاقة سوف تمثل نقل نوعية للأجيال القادمة من عاشق ومشجع النادي الأهلي كل الشكر لكل من ساهم في خروج هذا الحلم للنور كي يشاع نوراً لا ينقطع أبداً بمشيئة الله قناة النادي الأهلي اشتركوا في القناة